إننا في لجنة العقلاء نحمد الله ونشكره ونشيد بالتوجيهات السامية لفخامة الرئيس الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبيد نو ونشكره على تحقيقه رغبة أبناء دار وداي بإعادة السلطان شريف عبدالهادي مهدي لمزاولة مهامه تؤكد اللجنة موقفها الثابت بدعم الفترة الانتقالية والرئيس الانتقالي وتدعو كافة أبناء المنطقة لليقظة ودعم الاستقرار وتطلب من السلطات الإدارية والعسكرية بإقليم وداي بسط الأمن والعمل على تحقيق رؤية الرئيس الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبيد نو في السلام والتنمية والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع الشادي عامة وأبناء إقليم والداي خاصة عاشت جاد في وحدة وسلام وأمن وضمئنان ترجمة نانسي قنقر